أنت بدأت يتقربي من ولدك في السن كم؟ لا إحنا أصحاب من زمان أنت وبنتك، ابنتك دي تقولك أنا معجبة بكذا يا ماما آه لا لا، من وهي في أعدادية تانية ما كنتش بتتصدمي؟ ليه؟ والأعدادية بالتاني معجبة ده أنا تصدم النهاردة لما حافظتي اللي في كي جيتي تقولي بتقولك إيه؟ إن ده معجبية وده مش عرفة إيه لا بجد يا ليلة أه واللهي ده عادي؟ لا لا ده خلاص ده بقى العادي من عميه تريعه عليا يقول أنت إنساني أنت في تفكيرك رجعي قوي ده عادي ده طب لا لا ده دلوقتي الولاد في الكي جيبي صحيح أتقبلها إزاي بقى؟ أنت يعني كنموذك في المجتمع عايش وسطينة وعندك خبرة قد تتقبلها إزاي؟ تعلمين أنا أعمل إيه؟ لما لا أسمع الكلام ده؟ في السن الصغير أوكي لازم أولا تفتحي قناة للحكاوي وأسمع ومتعصبش؟ وأسمع ومتعصبش وحاول أدي نصيحة في كيفية التصرف وأعرف بقى أنت عجبك؟ عجبك ليه؟ بيعمل ليه لطيف؟ طب مش عارفا إيه؟ يا طول ببالك وراوآنك؟ لا ما لازم مجحسا ما أنا معرفش؟ لا ما لازم عايزة أعرف وتعصى بودي تقولي تاني بس عايزة أعرف الواقع بودي تقولي تاني ما بيش فايدة ما بيش فايدة طب وبعدين قاعد أسمع بالراحة واستوعب بعدين أولا بقى زي نصيحة؟ يعني إيه أوكي ماشي ممكن تكتبي له حاجة تعمل إيو كارت تدي له وردة في عيد ميلاده وحاجات كده نجي بمامتهم كلمة نقولها خلي بنيك لا احترم نفسها يعني احترم نفسه ونفعش عامل كده لا لا طبعا في سن الطفولة ده ما بيبقاش في حاجة خطرة وبعدين دلوقتي ما شاء الله يعني الولاد وهم صغيرين عارفين كل حاجة بس في السعيد غير برضو يعني السعيد على فكرة تغير بس مش قوي كده برضو للعيلة ما قدرش نروح أقول أنا معجبة لا مش للدرجاتي وعلى فكرة هنا كمان يعني مش كل حد هتقبل بس هنا فيه فيه نسبة أن أنا أتخطب وأفسخ وما يقولوش علي حاجة لكن في السعيد ما يفعش لدخل بيتنا لا ما دخل بيتهم دخل بيتهم بس يعني هي حتستمر رتاعي كده حتى تموت في الأكل انت شايفة العياد ده نفسي؟ أه طبعا لا طبعا هي فجأة عياد تظهر عليها العين لا عياد ده نفسي القولون نفسي من الضغوط من الضغوط